مقدمات إذا عندك إنت خليط معروف ما تنسبة ليها percentage اللي تتعبر عنه نسبة مئوية أو راتيو هذا سوي لتخفيف إلى ضعف إنو أخفف هذه المادة المكسشرة الخريط إلى الضعف إذن المادة الفعالة الموجودة بي راح أيضا تخفف إلى الضعف وذلك تركيز المادة الفعالة راح يقل تقريبا إلى النص إذا كنت تركيز الخليط من خلال أسولة تبخير إلى تقريبا واحد ونص إذا كنت تركيز الخليط من خلال أسولة تبخير إلى نص أو إلى تقريبا إلى نص 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 الهول بارت اللي أنا سويت لأفابراشي وذلك تركيز الخليط من خلال أسولة تبخير إلى نص الضعف راح يتخفف راح يكون راح يكون تغفيفة إلى نص تركيزا زي إذا أريد زيد التركيز أساوي بالإيفابوريشن بالإيفابوريشن التركيز ما هو راح يزداد لكن الحجم راح يقل بالاضيوتيد الحجم راح يزداد لكن التركيز راح يقل اللي هو احنا دهنحشي على بالسترينك اللي يعبر عليه بشكل زي مثلا ذلك إذا عندنا خمسين موم من المحلوم يحتوي 10 غرام من المادة الفعالة. زي. التركيز مواتها 10 غرام من المادة الفعالة تركيزها هو 20 بالمية. او اعبر عنها بالراتيو الراتيو راتيو 1 الى 5. ثم بهاي الحالة اريد اخففها الى الميتمار. شون اخففت? هيصير عندي الورجينال الوليوم اس دابليتي. انو كان خمسين. الحجم الماتي الاصلي راح اسويله واضعفه. هو خمسين صار مية. راح يصير عندي بالمادة الفعالة. راح يصير عندي السترينك ماتة شو عيش بني دون احيقل. فهو كان عشرين. او واحد بونت خمسة شو حيصير. راح اتخل القوة ماتة تقريبا نص. قار عشر بالمية او واحد العشر. اذا اريد ابخل المحلوم ماتي. الفوليوم او الحجم. اذا راح يتبخر. نحن الماتي الحجم محلق يقل. لكن تركيز يزداد. او خمسة وعشر مالو. او خمسة وعشر مالو. تقريبا نصف الورجينال فيليوم. عشر قرام اف اكتب ايجاليين. والاسترينك الانقوة اربعين بالمية. واحد الى اتنين ونس. ويت باي بوليوم. اذا زي زاد عندي تركيز. اذا الكمية من مدد الفعال احتفة أي تغيير بالكمية مع المحلو الماتي أو الخليط تكون علاقة عكسية وياما ويالنسبة المئوية أو راتيو يعني الحجم راح يزداد والعكس صحيح زين نأخذ هنا أول شيء نستفي من القاعدة هذه العلاقة ومن قلنا هنا علاقة عكسية مع هذا المحالي اللي تحتوي على مركبات راح تتخلف من لما أمزجها ثوية أي متألة لحجيكم راح حلها واحدة من الطرق يأما انفرس البربورشنم اللي هي إحنا نجلنا نسبة التناسف عن إقوائيجن اللي هي فرست الوانتية في فرست الكونيشن يساوي ساكن الوانتية في ساكن الكونيشن إحنا بشكل عام يسمو قانون التخليف ناخد علي مسألة على هذا القانون حترى شونا نحن نحن مثال إذن إذاً إحنا عدنا محلول نسبته 15% الحجم ماتته 500 إذا أريد أسهولي تخفيف إلى 1500 فحيطلع إلى 500 إذا خمسين مول واحد إلى عشرين زين إذا عدنا خمسين مول الراشيو متى واحد إلى عشرين أريد أخففها للألف مول الراشيو أول شي لازم أحول الراشيو متى إلى إلى نسبة شون أحولها؟ أقسم واحد على عشرين مضروفها في مية رحيطلع لي خمسة بالمية زين خمسة بالمية شون أطلع الباقية؟ خمسين تركيز ماتة خمسة بالمية زين بألف مول إججاد التركيز رح يطلع الإججاد يطلع لي خمسة وعشرين خمسة وعشرين اللي هو ربع ربع في مية زين شون أحول الراشيو؟ هو 0.25 0.25 يعني معنى هون إججاد 0.25 على مية إنه قسم 0.25 على مية إججاد يطلع 1 إلى 400 الراشيو شون أطلع عند الزيت فيديو جافر حتى شوي يوضح لكم فكرة إنه شون أحاول % إلى راشيو هزا عندك 0.25 أول شي رح أرجحها لها كسر 0.25 على مية بعدين إنه أقسمها بما أنه هي عداد ممكن تنقبل قسمة على خمسة قسمها على خمسة وأشوف إججاد رح يتبسط إججاد رح يتبسط الكسر ماتة أوقي كسر وبعدين أقول مثلا طلع لي 1 إلى 400 1 إلى 400 1 إلى 400 الفيديو رح يوضح لكم يا أكثر لأنني ما أجي هنا صبور حتى أسوي لكم الحسابات هنا أسرع فالفيديو هذا الزيت أكون شو واضح لكم أوكي أنتو بياي مطلعب تسمعوني أي دكتورة يا أشيار أوكي ماشي زين المثال الثاني المثال الثاني إذا المحلول ماتك يحتوي 65 من السكرات أحسوي لتبخير إلى 85 أشغل نسبة أصدق أشغل نسبة أصدق سكرات ويكون تبخير فهي نسبة أصدق 65 فبسطتها صدق 85 أشغل نسبة أصدق أصدق زين المثال الثاني هم مني غرام أف عشرة أمونيوم سلوشن كان بي ميد فروم ألف وثمامية أف ثمانية وعشين فروم أمونيوم سلوشن إذن إحنا عدنا أول شي أشرة غرام من الأمونيوم سلوشن كم غرام يحتوي حتى استخدمه أحضر منه ألف أه أول شي أحضر يقولي كم غرام رح يتحضر من تركيز عشرة بالمية إذا كان التركيز الأصلي له ألف وخمسمية النسبة ماتة ثمانية وعشرين فيكون ثمانية وعشرين التركيز الثمانية وعشرين اللي يحتوي على ألف و ألف بمية غرام زين أنا أريد أحضر عشرة بيرسنت شقد كم غرام تحتوي زين فيكون عندي أما نسبة التناسب أو قانون تخفيف يعني ألف وخمسمية موجود ثمانية وعشرين بعشرة بالمية شقد في نسبة التناسب وأضرب وقسم أو أستخدم القانون اللي هو يقول ايضا همينا كم مال الرشيو ماتا ألف واحد الى خمسة الاف احضره من محلول يحكي بمية وخمسة وعشر مال الرشيو ماتا أو بوينت اثنين بالمية فيكون همينا سبب التنسب او قانون التخفيف وابحا عدكم لا سئلة طلاب اردكم تحلوه ودزولي ايها مواقع الموضوع معين قولي البرسنتج يساوي مية في الرشيو البرسنتج ريشيو مثلا لسا عندك واحد الى خمسة الاف يعني معنى واحد على خمسة الاف اي اذا لدي حول البرسنتج واحد على خمسة الاف اقسمها واضروفها هميئة تمام واحد على خمسة الاف اقسم واضروفها في مية تمام تمام واضحة اي نعم اوك نجع الموضوع الثاني اللي هو الفكرة ماتة انو انا شون احضر دور يتجيني وصفة دكتورة مالذنة احما بس سهل على المثال السابق ماشي اوكي شنو قولي عني قولي سرينا ماذا يسأل يا طلاب اي 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 قانون التخفيف اي اي اول شي الراشيو لازم تتحول الى اي اول خطوة رح نسويها الخطوة الثانية انتي هو هو الاساسي اللي اريد احضر منا هو شنو اللي هو بالبداية هو مية وخمس وعشرين موم اي اللي هو نسبة ماتة او بونت اثنين بالمية زي مية وخمس وعشرين موم في او بونت اثنين بالمية يساوي لالف اللي هو واحد الواحد الى خمس تالاف حولها والمجهول عندي المجهول اللي هو اللي هو اللي هو التركيز الثاني هو المجهول اللي اريد اريد احضر تمام اوكي دكتورال عفو قاطع تبس البناية قصر اللي قبر هذا ما اللي خمسة عش وال مية وخمسة اللي بالسادس دكتورال يهو سادس و السادس يهو طلاب عيني دكتورال المثال ما الالف وخمسمية على خمسمية يساوي خمسة عش على اكس فتطلع النسبة خمسة بالمية ايه بين شنو استخدم القانون يعني كسر بكسر الالف وخمسمية شاعتبرها مو باية هذا مو قانون هذا نسبة وتناسب تعفوش نسبة وتناسب مو ايه التناسب طرد وتناسب عكسي عفية تمام هو نفسه حالة بالشسمة اللي بعده يقول عر سيكون ال 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 اللي هي خمسمية امام السي وان هي خمسة عش يعني تساوي 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 في في ايه ايه اه اه تمام شكرا دكتور يعني هو ايه شكرا دكتور اوك 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 ماشي انا زينا عسا وصلنا الموضوع الاخصة طرنكتنب تمام احنا جاهدنا قلنا احنا لازم يتجينوا وصفة للصيدلية انو حبر لي كلان دول احيكتب لك يقول لك نسبته هلقة انو انو خاشوقة واحدة مثلا ما الاكل تحتوي هلقة دي قرامات زينا انا تريد تحضر لي دوة بستيمهم او بخلسيمهم شو راح تحضرها فانعطيك هنا انا مثال افا كاف سيراب فونتين ان ايش تي سبونفول ايه خاشوقة تشاي واحد ميلي جرام اف كلورا فنرامي ماليت ان افا فالمسيس بزير تو دابلت دسترين هو مني ميلي جرام ما عندنا يقول اه هو يحتاج كم ميلي جرام اضيفها الى المحلول اللي يحتوي على ستيم مال حتى اقدر احضر انو الخاشوقة الوحدة بيها واحد جرام الخاشوقة ما تشاي لوحدة يجريت حاجمها ايه خمسة مال ازين هاي الخمسة مال تحتو واحد جرام من المادة الفعالة يكتروا الفررامي الماليت ازين انا اريد احضرها بستيم مال نفس القانون معك القديم واحد جرام موجودة خمسة مال ستين وشجات فيكون واحد جرام على خمسة في ستين يطلع الفراش ميلي جرام دعون نسبة الياصب او تقدرون القانون اللي يجرينا من التخفيق ازين هاي خمسة ميلي جرام او ضاعف النسبة مالي او ضاعف النسبة مالي اخذ اثماش ميلي جرام من المادة الفعالة ودوابها بستيم مال حتى يطلع لها القديم اوكي تمام تمام زين نكترى بس اه هنا ايني مول دلس خرز يعني دي اضاعف القوة اين اضاعف القوة لا هو مو يضاعف القوة انه على اساس اللي هو اللي يريده انه انا جيد حاجم حتى حضر ستين مرض كد احتاج مو ضاعف القوة يدبل مرض ما يسوي يدبل كاته هو دي قصدة انه انا شون احضر هذا الدول ها تفهم انا شون احضر هذا الدول اللي هو بستيم مال جيد حتى سترد جيد حتى سترد تمام 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 زين المحلول هذا هو عبارة عن محلول مركز استخدمه حتى حظه من المحالين المخفصة المحلول مركزي أما يحتوي على المادة فعالة أو يحتوي على صدقة زي كمثال انه يقول اشقد الحجم اللي احتاجه من الستوك سوليوشن اللي هلقد نسبته حتى احضر اربع لترات بنسبة واحد الى الفين فاقدر استخدم قانون التخفيف اللي هو كيو في سيسا والكيو في سي كنون الاولى مجهولة لان هو اريد اجغل الحجم السي الاولى واحد الى اربعمائة اقدر احولها واشتغل لازم الراتيو قبل لا اشتغل احولها بارسنت ثم حولناها بارسنت واحد على اربعمائة في مية قسم واحد على اربعمائة في مية زي الثاني اللي هو الكمية الثانية هي اريد اربع لتر يعني اربع تلاف واحد زي الثانية الى اربعمائة واحد الى الف يم واحد على اربعم في مية وعلي هاليد النسبة مية فاشتغل الحجم ممائة مول ممائة مول اخذ من استوك سوليوشن بتركيز اه ربع بالمية اخففها حتى احضر اربع لترات بتركيز اه خمسة بالمية زي الثاني الاكزامبل الثاني تكون سؤال عليه صلاف المثال الثاني اول شي لازم تعرفون الوحدات تحاولوها تحاولوها للمن الجالون الجالون قد يساوي بالمن عريدكم انتو اطلعو زيان؟ الشغلة الثاني هو دي قولي اجقد الحجم من الستوك سوليوشن ا작ند فرص على ما تتركيز حتى اـ 400 الباقي في تركيز معلوم مع التوناتهم والحجم معلوم مع الثاني 1 إلى 20 ألف of the certified dye ازاي اول شي هي مادة صبغة اضيقها لغرغرة الفنم حتى احضر اه عندي محضور ما لغرغرة. اه فيكون عندي يقول اش قد الحجم اللي هو تركيزه واحد بالمية. استخدمه حتى احضر حجم اربعة الاف بتركيز واحد الى عشرين الف. قلنا اول شيء الاشيء لازم احول برسنتج واحدة على عشرين الف في مية. فيطلع لكي يجد النسبة. تمام? انا انسا خلصت. تعالقتكم طلاب اي تعالقتكم عن المحاضرة? اه دكتورة بس المثال اللي ميطينا به نسبتين ويريد نسبة نطلع لهذا شون فكرته يعني? نطراحه وش نسوي مثلا? نا هو جيد رح يصري النسبة. هو صارت خمسة وستين صارت خمسة وثمانية. اجقد نسبة السكر راج. بس ممكن اتعرضي دكتورة للسؤال? استعافة. هنا السيراب يحكي على خمسة وستين بالمية من السكر راج. اذا يبقى براتي تخمسة وثمانين او بيتز بوليو. موطع استرنتج السكر. هو نسبة خمسة وستين موجودة بمية صارت خمسة وثمانية بالمية. يعني اجقد نسبة خمسة وثمانية ما السكر راج. يعني ما يحتاجها اصلا بحضة. ايه بين هذه الشي الواحضة حق. خمسة وستين. فخمسة وثمانية. فاهمتني? يعني نسبة السكر راج هو الخمسة وثمانية الجديدة? ايه. خمسة وثمانية جديدة. ايه خمسة وثمانية جديدة. هو ما يريد اجقد انت سويت لتبخير. كم مرة سويت لضاعف. يعني اضربها في مية وهي شي لو بس. لا لا لا. هو ما يريد يعرف انه انت شقد يعني شقد صار عندك عندك تبخير. شقد تركزت المادة. هو بس بدي يقول لك شقد النسبة صارت. النسبة اصلا هي صارت ناطية خمسة وثمانية بالمية. يعني خمسة وثمانية سكر راج موجودة بمية سكر. يعني ما يحتاج لأحد. اوكي. بعد طلب. اكتم شؤال استخدام. شكرا